السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكل أخواتي في كل مكان الوصفة التي تتقدم لكم دي علاج للإنجاب إنجاب الأطفال عند الرجال وعند النساء ينفح تتعمل لمشاكل الإنجاب بصفة عامة وكمان ينفح تتعمل للتسقيط للحمل اللي ما بيتمش يعني في كده بإذن الله تجيب نتائج وفي كده بإذن الله تجيب نتائج وصفة مجربة وفضل الله نتائجها مش هتصدق أو مش هتصدقي والصقة في الله طبعا مطلوبة اليقين وإنت بتنفذ الطرقة دي أو أنت بتنفذ الطرقة دي اليقين وصك في الله مطلوبين وأيا كان كلام الدكاترة اللي قاله لك إن أنت ما عندكش خلفة اعمل الوصفة دي وإنت كذلك ومن أسرع وأجمل الألاجات اللي بتنشط الحيوانات المنوية بتعالج الإنجاب بأكس سرعة فما تتخيل وصفة العلاج اللي بتتقدم لكم دي عشان ما طولش عليكم أخش معاكم في شارح الطريقة أول خطوة الوصفة دي هتستخدمها لمدة ثلاث شهور ولو فيه علاج بتاخده عشان الإنجاب أنا بنصحك وقفه وجرض ما تطبق الوصفة دي وقف أي علاجات بتاخدها هتستخدم لمدة ثلاث شهور على الغيء أول متؤوم النوم أو أول متؤومي من النوم على وضوء بعد صلاة الصبح أو بعد صلاة الفجرة على وضوء هنحضر سبع تمرات سبع بلاحات تمر وهنحضر كوب مية أول حاجة هنبدأ بيها كوب المية هنكرأ عليه والكوب مقرب من البق من الفم سبع مرات صورة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم إلى آخر الصورة البسمانة الأول وبعد كده الفاتحة وفي الآخر زي ما بيقول كل مرة النفخة عنده ولا تضلين أمين عايز الكراءة تحرك المية سبع عدات صورة الفاتحة وبعد كده هنشرب كوب المية اللي احنا كرأنا عليه الفاتحة سبع مرات هتخش المرحلة التانية التمر السبع تمرات كل تمرة تمسكها برضو تكرأ عليها الفاتحة وتكلها وتسمي وتكلها والتانية والتانية هكذا تبدأ بالبسملة وتكرأ عليها الفاتحة وتكلها والتالتة والربعة والخمسة والستة والسبعة يبقى كده كرأنا على كوب المية سبع مرات الفاتحة مع النفخة وكرأنا على السبع تمرات برضو الفاتحة وكناهم شربنا المية الأول وبعد كده كنا التمر اللي كرأنا عليه الفاتحة الخطوة الثالثة والأخيرة مع المسك الأسود هتجيب إزاست المسك مسك نظيف طبعا مسك مضمون وهتكرأ على المسك آية الكرسي تساحتاشر مرة وبعد ما خلصت الكراءة هتاخد من المسك اللي انت كرأت عليه تساحتاشر مرة آية الكرسي وهتدهن مركز الرحم أو انت هتدهني مركز الرحم دهان على خفيف يعني مثلا أحطه منها بكفة الإيد ومركز الرحم المسؤول على الإنجاب الأطفال عند الرجال أو عند النساء هتدهن دهان الطريقة دي هتتنفذ كل يوم مرة واحدة بس على الصبح يعني أول ما تستيقظ من النوم الفاتحة على كوب مية سبع عدات مع النفخة ومن ثم شربنا المية بعد الكراءة وبعد كده مع كل حباي الطمر أكرأ عليها الفاتحة وكلها أبدأ بالبسمال عليها أكرأ وكلها السباح طمرات الحاجة التالتة وهي آخر حاجة المسك الأسود كراءة علي 19 مرة آية الكرسي وبعد ما خلص آية الكرسي أدهن مركز الراحم طريقة العلاج دي مدتها ثلاث شهور بالنسبة بالنسبة اللي تنفع ازاي للي حمل ما بيتمش بنفس الطريقة لو عايزة تلغي شرب المية تخليها الطمرة والمسك مع عايزة الكرسي بالنسبة للتثبيت الأخوات الستات اللي حمل هم بيكملش بيسقطوا على التالت بيسقطوا على الرابع ودي الحقيقة كانت أختي كلمتني على الموضوع ده ومن أجلك يا أختي بعملك الفيديو ده وقلت يبقى بصفة عامة للناس كلها تستفاد يبقى كده ينفع ينفع تلغي المية وتعمليه على التمر وتعمليه بقاية الكرسي وتعمليه بالمسك الأسود وبرضه تدهيني ده لإتمام عملية الحمل يعني على سبيل المثال لو بتسقط على التالت أو بتسقط على التاني ابدأ في الطرقة دي لحد ما تعدي مرحلة الخطر اللي كنت ماشي عليها وكانت وكانت بتسقطك لحد ما تعديها المرحلة دي وبالنسبة للإخوة اللي هما يعني نفسهم عندهم أطفال بكل سكة في الله سبحانه وتعالى هتنبهروا من نتائج الطرقة دي لو طبقتها في حياةكم ينفع ينفع أخو يا رجل يطبقها بنفس ما شرحت ولمدة التلات شهور وبإذن الله ربنا هيديك قبل التلات شهور لو على القناة طلبين يعني الطلب ده من زمان وكنا برضو يعني أدامنا طريقة استخفار على مركز الرحم هنا موجودة برضو في القناة ولكن الطرقة دي في فضل الله سبحانه وتعالى نتائج فعالة وهدقوها وبإذن الله ربنا يديكم الأطفال اللي بتتمنوها وربنا سبحانه وتعالى يتعونكم الأمنية اللي بتتمنوها آمين يا رب العالمين يبقى كده احنا نحفظنا ازاي نعالج بها التسقيط أخوات الستات وقف اللمية وعملها بنفس الطريقة دي لحد ما تعدي مرحلة الخطر يعني بلاش اللمية بلاش الفتحة على مية عشان بس الجنين لكن البلح مع المسك مع قاية الكرسي حفظ لجنينك وللمركز ده بصفة عامة لحد ما تعدي مرحلة الخطر وبإذن الله حملك يتم وتفرحي بطفلك والأخوية أو أختي اللي نفسهم يبقى عندهم إنجاب نفزوا بقى البرنامج ده والطريقة دي ما تتعملش إلا يكون البطن المعدة ما نزلش فيها حاجة خالص تماما وعمل البرنامج ده أو اعمل البرنامج ده وانسي كأن ما فيش أي حاجة بلاش تعلق زي ما دايما كل مرة بقول بلاش نتعلق يعني ننسى قوة وعظمة الله في ورد زي كده احنا بنعمله ونتعلق مثلا بطفل العاطي هو الله واللي بياخد هو الله وملك الكون هو الله وإحنا علينا نسعى بإمكانياتنا بعؤلنا من الكرآن بآيات الله نسعى بقدر مستطعنا في الحياة وهو هيدينا وإحنا واسقين فيه ربنا هيطعمنا وإحنا بندعيه وده برضو دعاء فالسبعة مرات مع الفاتحة أم الكتاب وهي دعاء وعلى التمر اللي وص به النبي عليه الصلاة والسلام مع آية الكرسي تحصين لو فيه شيطان دخل المركز ده وعمل لغبطة نتيجة أي مشاكل فيه الحياة فالوصفة دي مع المدة ثلاث شهور وبإذن الله يعني بإذن الله صكة في ربي قبل المدة دي ربنا هيطعمكم وهيديكم خلي فيه ثقة في الله وخلي فيه يقين مع الله وحضر قلبك أثناء عمل الطرق دي ونفزها زي ما أخوك أو أخوك يألهلكم كده بالزبط وربنا وربنا يطعمكم إن شاء الله نسأل الله لكم الشفاء من كل ده ويا رب بحق ده الأيام المباركة يحقق لكم كل ما تتمنوا أمين يا رب العالمين أنا طلبي منكم بس إنكم تدعموا الفيديو ده يعني دعموه للإخوة المحرومين شاركوا معنا الأجر ودعموا لأن فيه ناس بجد نفسها تسمع كلمة ماما وفيه أخوات ليكم وليا نفسهم يسمعوا كلمة بابا والعلاج بآيات الله كلام الله والكرآن يعالج أخطر المشاكل في حياتنا نحبكم في الله ويا رب ما يحرمنا منكم وكل سنة وحضراتكم طيبين ونشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع السلامة